اسمي حج فايق محمود بالغ من العمر واحد وسبعين إذا أرطاني عمر راح ندخل بالاثنين وسبعين مالي ثمانية وربعين صالي بالدار حواري سنتيا وشهريا تقريبا لسبب دخولي إلى الدار هو عدم الوفاء الأولاد إلى أبهاتهم أو أمهاتهم لأن هنا نمجدين نساء ورجال أكو قصور من عندنا مو ماكو بس ما نتعاقب بها العقوبة يعني نحن الكمالة لله كنا عندنا نواقص يعني أنا ربيت لغاية أصغر واحد مالي ثمانين لغاية الأربعة عشر سنة وصار الظروف طاعة العمان وأمهم طلقتني غياب بالمهم صار الفراق ودانهم نازلت منهم لما حد تبعني فحاليا عندي واحد يطاكم عمرا ساعة قام ماح شوية وبقعد بس واحد الواحد قال الله حاليا هو في كربلا بس لا ما لي علاقة بي لا يسأل ولا أسأل يعني كأنما لا عنده أب وأنا كأنما لا عندي ابن ويمر على أخواته ما سمعت منهم فد يوم ولا وأنا ما راح تقبل بس ما سمعت فد يوم من عنده فد مبادرة يعني شون عندنا مثل بالعراقي يقول أنت هس وأني هس يعني ما ممكن أحاول أتواصل ويا يعني أب مو حقت بس أكو ألم 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 يعني يعني آني اتزوجت هواية متزوج بس ما عندي حظ حظ يسود بس بالرقابيط يعني أم خربا لن أنا أمطيكم فت فكرة أنه الشغلة الماشية أنه من عندنا إحنا الواقعين بهل مو واقعين الحمد لله أنه نجلنا لهالطريق أنه إحنا مقالذين عباءاتنا أو أمهاتنا وجه عقوبة هاي لا هاي أبداً ما موجود أنا أبوي ما شايفة أم الله يرحمها يرحم سائر المسلمين توفت بالستة وسبين لحد اليوم الصبع صليت الفجر أقرأ لهالفاتح من ستة وسبين وأنا متزوج وبكتها بالواقع وسبين أندي ابنية هاي البتشر مالتي فهي كانت كل السمينة أصير عصبية أتقولي جيب النعال وتعال حشم أني سمعانطي بنتي مرت وأجيب للنعال تضربني يعني عصبية ما في اليوم قلت لهويليك مو معنى ثاني جيت إن أنا شبت مقصروا يا أمي أو يا أبوي لا هاي أبدا ما مو قاعدة ثابتة هاي يعني الأب إيش قد ما يكون يخطأ والأم إيش قد ما يكون الخطأ بس الاستقبال من الأبناء لازم يشتبرون على الأب وعالأمهات يعني مو أنا خطأت بحق ابني ابني عاقبني أعوذوا مننا كلمة أنا أوصيكم مو أنا أوصي الله جل جلاله والنبي ماله عليه الصلاة والسلام وعلى آله والسلام والأولياء والسادة والعقال والمثقفين يوصون بالأم والأب إذا أنت هسه ما عندك ضنة باشرة بصير أب وتعرف كلمة الأب منش مرض ابنك وتحير به بالمستشفى وتحير به بالطباء ذا ابنيه وذا ولدهما رزق الكريم سبحانه وتعطى تتندم إذا أبوك ميت وأمك ميت تتندم إنه وأنت مقدر تخدمهم فشيب إذ قد ما خادمهم بس إنت ما مكمل الخدمة وأوصيهم وأوصيهم يخلصون من عذاب الله وخطفتهم وصل بها باركة